في موقع الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب بأمريكا تجد هذا الكتاب بعنوان العلم التطور والخلق والذي يؤكد على أن نظرية تطور أصبحت حقيقة وأن الخلق ليس علما ثم يشرع في بيان أهمية نظرية التطور للعلوم ذكر الكتاب إنجازين للنظرية والنسخة الملخصة منه أضافت باختصار إنجازا ثالثا تعالوا نرى هذه الإنجازات وصحة نسبتها لفخامة الرئيس تحت عنوان التطور في الطب مقاومة الأمراض المعادية الجديدة يروي الكتاب قصة فيروس سارس الذي ظهر في الصين وانتشر لغيرها وقتل المئات ثم قال الكتاب باستخدام تقنية جديدة معروفة بالDNA استطاع الباحثون خلال 24 ساعة أن يتعرفوا على الفيروس كعضو لم يكن معروفا قبل ذلك من عائلة معينة من الفيروسات وهي نتيجة أثبتها أيضا باحثون آخرون باستخدام تقنيات أخرى وعلى الفور بدأ العمل على إنتاج فحص دم يمكن من التعرف على الأشخاص المصابين بالمرض ليتم حجرهم صحيا وعلى علاجات للمرض وعلى مطاعيم لمنع الإصابة بالمرض طبعا إلى هنا كلام جميل وإنجاز علمي ممتاز بالفعل هنا لابد أن يؤتى بفخامة الخرافة لتأخذ صورة مع المكتشفين يتابع الكتاب لقد كان فهم التطور أساسيا للتعرف على فيروس سارس المادة الوراثية في الفيروس كانت سبيهة بتلك التي في فيروسات أخرى لأنها تطورت من نفس الفيروس المشترك لنا أن نسأل هنا ما علاقة فخامته بالاكتشاف فيروس سارس يشبه فيروسات أخرى وهذا مكن المكتشفين من إنتاج علاجات ومطاعيم معدلة بناء على فهم هذا التشابه ما علاقة هذا كله باعتقادك عما كان في الزمان الماضي سواء اعتقدت أن هذه الكائنات تطور بعضها عن بعض بعشوائية وصدفية كما تقول الخرافة أم أن هناك خالقا أخرج بعضها من بعض بعلم وتقدير أم أن الخالق خلق كل منها خلقا مستقلا أنت الآن أمام كائنات فيها أشياء متشابهة وتستطيع استغلال هذا التشابه لصالح الإنسان ما علاقة سبب التشابه بالموضوع ولا تنسوا إخواني أنه في الحلقات الماضية قد نسفت تماما بفضل الله دعوى أن التشابه يعني وحدة الأصل والتي يذكرها الكتاب كحقيقة مسلمة بقوله المادة الوراثية في الفيروس كانت شبيهة بتلك التي في فيروسات أخرى لأنها تطورت من نفس الفيروس المشترك بينا كوميدية مثل هذه الدعاوى في حلقة ذيلك الذي لا تعرف عنه الكثير أم لعل أتباع فخامته يظنون أن له الفضل في مفهوم المطاعم من أصله التاريخ لا يسعفهم فأول مطعوم معروف مطعوم الجدري كان على يد إدوارد جينر عام 1796 يعني قبل خراف الداروين بستين عاما بعد ذلك ينتقل الكتاب إلى الإنجاز الثاني لفخامته تحت عنوان التطور في الزراعة استئناس القمح يعني استزراعه وتحسين خصائصه بدل الاكتفاء بالنابت منه في البرية شرح الكتاب كيف عمل المزارعون منذ زمن قديم على تحسين خصائص القمح والمحاصيل الأخرى وعلى المزاوجة بين الأصناف المتقاربة من الحيوانات ثم كيف حدد الباحثون جينات مسؤولة عن الخصائص المرغوبة جميل ما علاقة هذا بفخامته يقول لك الكتاب إن الناس كانوا بذلك يستخدمون تغيرات تطورية ثم يختم بقوله هذه التقدمات تعتمد على فهم التطور لتحليل العلاقات بين النباتات والبحث عن خصائص يمكن استخدامها لتحسين المحاصيل لحظة يعني عندما كان أجدادنا وأجداد أجدادنا قبل أن يولد داروين عندما كانوا يطاعمون أشجار التفاح بالإجاث وعندما كانوا يزاوجون أصنافاً متشابهة من الحيوانات ليحصلوا على نسل محسن هل كانوا في ذلك ينطلقون من قناعات داروينية عن تغيرات عشوائية وانتخاب أعمى؟ ألم يولد أول بغل من تزاوج حمار مع فرس قبل ميلاد خرافة داروين؟ ثم ما علاقة فخامته بتحديد الجينات المسؤولة عن صفات مرغوبة في القمح والمحاصيل؟ ما الخدمة التي قدَّمها فخامته تحديداً في هذا الإنجاز؟ ما علاقة قناعتي عن منشأ الجينات باستغلال لها وتوظيفها لصالح الإنسان؟ لا علاقة لكن لابد أن تلتقط صورة لفخامته مع هذا الـ